السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا شباب اهلا بكم في فيديو جديد من اللطف والعرب. في شخصية قايت لان انا بنفض لها. وبقول ان ايا ما اهتمتش بالتعزيز والكلام ده كله. انا مقدرش اطنش الناس اللي بتتبعني. حاضر هتكلم في التعزيز. بالرغم من اني يعني هتسوح بصراحة. ليه هتسوح? لان انا كل الحاجات عندي اربع او خمس نجون. بصوا. مفيش. يعني مش عارف لما اجي بقى انسان اشرح لحد طالب حاجة. لما اجي اغير بقى الميزة. طبعا هتبقى مشكلة. لما اجي اغير الميزة. وابدأ من جديد. بس مش مشكلة يعني. يعني فاد الشباب. المهم تعالوا بقى نتكلم في الموضوع بالتفصيل. من اول لحد هي دي المميزات اللي انت تشتغل عليها. شايف الحبل اللي فوق اللي هو من اول لحد الاتش بي. دول ما لكش داع بي. خليك من اول لحد كذا 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 لحد الباقي لحد ما تخلص. تمام? طيب التعزيز هنا فيه تعزيز ده عادي. طب بتيجي تغير الميزة. طبعا هنغير. يالله مش مشكلة. اربع نجوم. اه شوفتو. انا يستقد ايه? طب ايه السبب يعني انا كانت هي كانت ايه اللي ايه? بقت ايه اللي ايه برضو. لقيته فيه حاجات كتير نقصت. السبب في ده ان الحاجة اللي اربع نجوم. بتاخد نسبة اتنين في المية من جميع المميزات. اللي في التعزيز كلها. يعني انها في التعزيز كله عندي هنا. عندك. مسلا في هنا. رسيل دي. وعندك اتاك. وعندك الار. وعندك هنا وعندك دج وعندك ام. وعندك جمال وميزات. مسلا فالتوتل كله في التعزيز مسلا عشر تلاف بلوك. فالعشر تلاف بلوك دول لو انت جبت حاجة اربع نجوم. العشر تلاف بلوك هيزيده بنسبة اتنين في المية. يعني اجمالي الميزة بيزيد بنسبة اتنين في المية طالما حاجة اربع نجوم. لكن لو حاجة خمس نجوم. العشر تلاف دول هيزيده بنسبة خمسة في المية. وكزلك الوضع مع اي ميزة تانية. زي ده الكريتيكل زي زي كل حاجة. تمام? فده تعزيز عادي لما انت تيجي مسلا هنا بتدوس هنا بالعشر تلاف. يتجي لك نجمة يتجي لك نجمتين يتجي لك خمس نجوم يتجي لك اربع نجوم يتلت نجوم يعني انت حظك هي تبقى حظ جدا ممكن تبقى دلوقتي هنا نجمة واحدة هنا تبقى نجمتين. طبعا تلات نجوم دي حاجة صعبة جدا. عشان كده انا كنت يعني بتحصر يا عيني وانا بمسح الاربع نجوم اللي انا كنت جابها. طيب. في حاجة جميلة هنا بقى كده فيها اسمها دي. او دي. السوبريم بتدوس بتخلي نسبة الحظ اعلى شوية. اول ما دست جت تلات نجوم. بمعنى ان انت هنا بتجيبها نجمتين او اكتر مش اقل من كده. طيب. السوبريم دي بتيجي منين بتيجي من المكافأة. المكافأة هنا لما انت فيه صندوق بيبقى الصندوق اللي هو من النوع الدهبي. او الصندوق الفضي. الاتنين دول ممكن احتمال كبير جدا يجيبو لك قطعة من السوبريم. وبتقدر تغير بيها الميزة في الانشانت. وفرصة كبيرة جدا ان هي تجيب تلات نجوم او اربع نجوم او خمس نجوم. اه تمام فدي بالنسبة او فايدة. طبعا ده كويك بتعمل هنا انشانت. بيخليك بيعمل لك انشانت واوتوماتيك. انت مثلا هنا تعمل تلات نجوم. بتخليه وقول له يا عام انشانت هنا عادي هتهالي تلات نجوم. هو هيبدأ هنا يغير طبعا انا هنا بعمل مجاني. لا هو من غير سوبريم. هو هيبدأ يغير اوتوماتيك 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 لحد ما يكمل ويجيب التلات نجوم اللي انا عايزة. طبعا ده عام شتيجي. انت فاهمين الموضوع صعب شوية. فهنخرج. وندخل من جديد. ونحاول نجيبها دلوقتي. او نرجحها زي ما كانت اه اه اربع نجوم او يا من عالم ممكن تيجي خمس نجوم. نشوف تلات نجوم. انا شخصيا مش راضي عن تلات نجوم. اه معانا دلوقتي خمس اربعتاشر سوبريم. جاءت تلات نجوم. تلاتاشر نجمتين. اتناشر نجمتين برضو. حداشر. تلات نجوم. عشرة. تلات نجوم. اه ام دي فينس. طبعا الميزة برضو حاجة مهمة جدا. يعني انت مثلا. انت طبعا عشان توصل للمرحلة دي حاجة صعبة جدا. فكون ان انت يجي لك حاجة تلات نجوم كويس. يعني انت نصيحتي لك بقى انت عندك تمن قطع. تمام? خلي كل قطعة من القطع بتحتوي على تلات نجوم. ايا كانت سيبك بقى من قصة ان انت تركز على او الامور دي. لا سيبك. جاءت لك تلات نجوم كويس سيبها. لحد ما ترتقي بقى وتلاقي معاك انشانت كتير. ابدأ بقى يعني. تركز على اللي هو ايه? خلاص انا معاك كتير. انا مسلا هشوف حاجة اتشي بيه. واروح مغيرها علشان تبقى او تبقى او تبقى او تبقى كذا او تبقى كذا او تبقى كذا. فمش عايزك تخش في في او عايزك توصل لمرحلة عالية قوي وانت لسه يعني مش معاك. يعني انت ممكن في ناس باشوفها. او تبقاش حطنا نجوم هنا اصلا. وبتحاول تجيب هنا مثلا او اي حاجة. لا. الاول خلي كل كتعة بتاعتك تحتوي على النجمتين. كتعة بتاعتك تحتوي على النجمتين. ثم بعد كدة كل الكتعة بتاعة تحتوي على تلات نجوم. بعد كدة خليها تلات نجوم بس المميزات ال специال. زي واللي احنا قلنا عليها في الاول. اه بعد كدة خليهم حاول تبقى اربع نجوم. كلهم اربعات زي ما انا اعمل كده. وبعد كده حلهم كلهم خمسات. يعني واضح سهل وبسيط. فاضل ستة. وماظنش انها اي. شنو هذا. طبعا دي حاجة من الحاجات اللي ما انا كنتش متوقعها خالص. اه ازورويني على رد الفعل بس اه الفيديو مباشر انا. المهم اللي انا بعمله ده هو الترقية للطبق. انا نسميه طبق بصراحة. اه على اساس ان انت بتاخد قطع من اه قطع من الانشانت بترقي بيها المستوى ده. طبعا دي خمس نجوم. اه يعني هي فيش احسن من كده تطوره. دي خمس نجوم. فيش احسن من حاجة زي دي تطورها. اتمنى الفيديو اجيبكم زي ما عجبني. هو محدش اه يشوف ان المواضيع التعزيزي صعب والله سهل جدا. بس هو محتاج وقت محتاج حظ محتاج طبعا دي لها مصدر تاني مهم جدا وهو اللي خلينا على الفكرة اعمل ده كله. ما تفتكروش ان انا اعمل الحاجات دي كلها من المكافأة. لأ. في في اللي هو بتاع السيرفرات اللي هو التايكون الكبير. بينزل تقريبا اخر عشرة يام من الشهر. ده بيبقى فيه اه مراكز. وبيبقى فيه حاجات مهمة جدا بخصوص. لما بتيجي تاخد مركز بتاخد تقريبا عشرين في اليوم. والنهائي بتاخد اربعين يعني بتبقى مبلغ كبير. انا مش فكر بالزبط ايه المبلغ. انا البداية يكون عجبكم واتعزيكم سهل عليكم. والسلام عليكم.